أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة التي نجريها مع سيد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي في مصر مرحبا بكم سيد حمدين أهلا بك أستاذ عمر سيد حمدين نجري هذه المقابلة في أبوظبي التي قدمتم إليها ضمن وفد الشعبي مصري كما ذكرت في تصريحات صحفية لتقديم الشكر لشعب وقيادة الإمارات على الدعم الذي أبدته الدولة لإرادة الشعب المصري الأيام القليلة الماضية كانت هناك زيارات لمسؤولين مصريين الرئيس المؤقت رئيس الغزراء ليس فقط للإمارات ولكن للسعودية والكويت والأردن وغيرها هل عادت مصر إلى محيطها العربية؟ نعم مصر تستعيد نفسها وإذا استعادت مصر نفسها لابد أن تستعيد وجودها في محيطها العربية لأنها جزء من تكونها الطبيعي وأنا أعتقد أن هذه الزيارات هي أولا تحمل معنا وخصوصا الوفد الشعبي الذي نشارك به معنا الشكر لوقفة جديرة بالإمتنان مننا هو معنى التأكيد على ضرورة استمرار تلاحم عربي تضامن عربي صيغة عروبية ومشتركة لأن لها موقف الإمارات وموقف السعودية وكويت الموقف العربي إذا ثورت شعبنا في الموجة الثانية من 25 يناير في 30 يونيو موقف استعاد نفس عروبي وساعد الشعب العربي في مصر على أن يستشعر هذا النفس وأظن أن المصلحة تقتضي تحويل هذا إلى سياسة تخدم مصالحنا المشتركة فيما تعلق بتحويل هذا إلى سياسة تخدم المصالح المشتركة كما تفضلت يعني الرئيس المؤقت عدلي منصور يقول أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري هل من الممكن فعلا أن يصبح ذلك أمرا راسخا في السياسة في العقيدة المصرية بغض النظر عن التوجه السياسي لرئيس مصر القادم أعتقد أن الحقائق وحقائق الجورافية والتاريخ تقول أننا ننتمي لنفس الأمة هذا ليس مجرد انتاج 14 قرن من العيش المشترك اللحظة التي تعبر بها الأمة العربية الآن ومصر على وجه الخصوص وهي لحظة تحول ثوري واستعادة لدور كانت مصر قد فقدته أو تنازلت عنه أحيانا وثبت لها أنها بدون محطة العربي هي تفتقد قوة حقيقية لمصر أيضا الأمة العربية وأتحدث هنا عن جزء غالي منها في الخليج العربي ومن بينه دولة الإمارات لابد أنها تدرك إدراك واعي حقائق التاريخ والجورافية وإلا لما سارعت بالوقوف مع الشعب المصري والدولة المصرية وهو الأمر الذي أتينا لنعبر عن امتناننا له أمن مصر بهذا المعنى وهو مهدد من أطراف الداخل وأطراف الخارج الإمارات بادرت لكي تساند مصر وأعتقد أنها كانت تعبر ضمن ما تعبر في هذا الموقف عن إدراكها لوحدة الأمن ما بين مصر وما بين الخليج والإمارات وأنا واثق في أن ما هو صحيح بحقائق الجورافية والتاريخ وحقائق اللحظة ومصادر التهديد يؤكد أن أي تهديد تتعرض له دولة الإمارات من أي طرف خارجي أو إذا افترضنا وجود عوامل داخلية هو مثله مثل أي تهديد تتعرض له مصر من أي طرف خارجي والمؤكد أن هناك أطراف داخلية هذا التهديد لابد أن نواجهه معا وبهذا المعيار أنا واثق أن أمن الإمارات وأمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الرؤية الصحيحة لأمن مصر وينبغي لدى أن يكون حقيقة تخرج عن اختيارات كل سلطة وتستقر كأحد أسس السياسة المصرية لا أقول حتى السياسة الخارجية لأنني أعتقد أن السياسة مصر في وطنها العربية ليست خارجية والدفاع عن أمن الخليج والإمارات هنا هو في واقع الأمر دفاع عن أمن مصر وعن استقرار طب أستاذ الحمدين في السنة التي حكم فيها الإخوان مصر كان هناك تقارب بين القاهرة وطهران كانت العلاقات جيدة بين مصر وإيران وهو ما أغضب حلفاء مصر التقليديين هنا في الخليج هل الأمر تغير الآن أو في طريقه إلى التغير باعتبار أن دولة إيران كانت لها مواقف يعتبرون هناك كثيرون في الخليج مواقف عدائية دوائر الدور المصري أقول أنها لابد أن تبدأ بدائرتها الأولى الأصيلة وهي دائرة العربية وهي تمتد بالتأكيد لأدوار خارج هذه الدائرة إفريقية وإسلامية وفي العالم الثالث وفي الشعوب التي تسعى لنظام عالمي جديد أكثر إنسانية إذا مصر نجحت في أن تصيغ تصور مشترك موحد متكامل منسجم مع دائرتها الأولى الدائرة العربية هتنجح في بقية الدوائر أنا بعتقد أن على مصر أنتعي أن مصادر القلق في الخليج إذا النفوذ أو الدور وأحيانا التدخل بغض النظر عن صغطه الإيراني هو قلق مشروع ويستند لحقائق في التجربة المعاشمة بين الترافين هنا على مصر أن تختار ويتلعب دورها مع مين هتكون مصر مصلحتها وقيامها مع بعض لأن يفترض أن السياسة تعبر عن قيم ومصالح قيم مصر أن تنتمي لعروبتها هذا دورها وده مكانتها وده اللي هيحدد موقعها في الإقليم والعالم قبل أي اعتبار آخر ومصالحها في أن ترتبط بها خصوصا بعد الموقف الأخير بعد 30 يونيو بعد هذه الوقفة التي أبدتها دول الخليج السعودية والإمارات والكويت وهي وقفة مقدرة وزي ما قلت بتستجيب لحقائق الجغرافية والتاريخ ولدواعي المصلحة فهي بالقيمة المصلحة وقفة لابد أن مصر ستقدرها أعتقد لابد لأن الموقف المصري من إيران يكون أحد العوامل المهمة في تحديده وما تمارسه مصر في هذا الدور هو أن تحمي وتطمئن وتقضي على نوازع القلق في الإمارات وفي الخليج هذا هو واجب مصر هذا الأكثر تساقل مع قيامها ومع مصالحها أيضا سيد الحمدين أريد تقييمك الشخصي لأداء السلطة الحالية منذ 30 يونيو ما هي إخفاقاتها؟ ما هي نجحتها؟ نحن نريد لهذه السلطة أن تنجح لأننا شركاء في 30 يونيو وقد جاءت هذه السلطة تعبيرا عنها وهي سلطة أقل من طموحنا فيها لأنها أقل من القدرة على استجابة لمشارع وتوقعات شعب ثار وعليها أن يجني ثمار سورته نحن ندرك قدر الصعوبات التي توجد هذه السلطة والتحديات بذات التحدي الأمن الناجم عن منواء لا زالت موجودة في الشارع ويقودها التحالف في الأخوان وندرك أن هناك مطلب أول لدى المصريين لا حللوه إلا بتنمية اقتصادية وتمزيع ثمارها بالعدل تحدثت عن منواءة قوى معينة في الشارع لهذه الحكومة وذكرت الإخوان هل تتوقع أن يستمر الإخوان في التصعيد؟ نعم خط الإخوان هو أن يصاعدوا وأعتقد أنهم بعد لم يواجهوا أنفسهم بالإجابة على السؤال لماذا خسرنا لماذا كرهان المصريون الذين أعطونا الأصوات منذ أقرب من عام لماذا فشلنا في أن ندير دولة تعبر عن ثورة وأعتقد أنه إذا أتت ساعة الحقيقة وأجابوا عن هذه الأسئلة سيرجعوا أنفسهم لكن كي يصلوا إلى هذه اللحظة على الشعب المصري أن يبقى على التماسك في مواجهة مشروعهم الذي ساقط من السلطة ويسقط الآن من المجتمع هل يست هناك مخاوف أن يمل الشعب المصري من هذه المواجهات في الشارع؟ بالتأكيد الشعب المصري لا يرحب باستدامة المواجهات لكن الشعب المصري شعب أثبت جدارة عظيمة جدا بأن يصنع مصيره لأن الشعب في ثورة مستمرة يبقى له حوالي ثلاث سنين في موجات متعاقبة وهو بالتأكيد لن يفرط في تضحياته ولا دماء شهداءه ولا تطلعاته النبيلة المشروعة للعيش والحرية والعادالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وهذه الأهداف لمجرد أن هناك أقلية أنكرت على الشعب حقه في الثورة وتشبست بكرسي السلطة في مواجهة ثورة شعبية قام بها الشعب وتريد الآن لهذا الشعب أن ينصاع لإرادتها وهي أقلية لماذا تقول أنها أقلية على ماذا تستند أستند على مصر بتكوينها باتجاهاتها بالمارينة التي خرجت في 30 يونيو هذا أمر لا يدعو لتساؤل إجابته مقطوع بها هناك مخاوف من قبضة أو عودة القبضة الأمنية إلى الشارع المصري من جديد رقم واحد لن يقبل الشعب المصري قبضة أمنية ولا حكم ظالم إيا كانت الحيثيات التي يطرحها لتقديم نفسه الشعب المصري يريد دولة قوية ناجحة وجزء من خصائصها أن تكون عادلة عودة الدولة الأمنية الممارسات القمعية الهيمنة من قبل السلطة على الشعب هو زرع في غير أرض يمكن أن تقبله الشعب المصري أغلبيته شباب أغلبية الناخبين شباب هذا الجيل لن يقبل بعد كل التضحيات التي قدمها بأن يعيد إنتاج نفس الدولة مش بس أنه بيرفض الدولة الأمنية وبيرفض الفساد ويرفض توزيع الثروة بطريقة تحرم الملايين من حقهم وبيرفض الانصياع لهيمنة أجنبية وهذه المعاني التي ترحها المصريون في ثورتهم وأعتقد أن الخائفين من الدولة الأمنية نتيجة بعض الممارسات التي تتم الآن عليهم أن يبادروا للوقوف ضد هذه الممارسات لتصحيحها طيب بدلا من أن يعبروا عن قلق لأن لا مجال لقلق من عودة لا الدكتاتورية ولا الدولة القمعية في مصر لسبب رئيس أن الشعب المصري موجود طيب أداء السلطة حتى الآن وأنا سألتك هذا السؤال قبل قليل أستاذ حمدين مسألة خارطة الطريق هل تنفذ بالشكل الذي يعني ثار حولها والذي يعني بنفس الزخم الذي أمل فيه المصريون أعتقد نحن نتقدم في خطوة الدستور والذي الأولى في الموعد المحدد سننجزه نأمل أن يحصل على أصوات للذين يذهبون للاستفتاء وعلى نسبة في الذين يقولون نعم أفضل من دستور السابق وأعتقد أن الانتخابات آتية في موعدها رئاسية وبرلمانية أين كان ترتبها ونحن مصرين على إكمال خارطة الطريق الحقيقة كان يفترض أن تكون أكثر اتساعا في المشاركة ولازلنا نطرح تصورات تسمح لها بهذا الاتساع ونأمل أن الاستفتاءات والانتخابات القادمة تؤكد نجحنا في هذا تقصد مشاركة قوى إسلامية مثل الإخوان نحن حرصين على مشاركة كل المصريين باعتبارهم مواطنين نحن مؤمنين بدولة المواطنة وفي الموقف من الإخوان نحن مضحين جدا هؤلاء عليهم أولا أن يعترفوا بإرادة الشعب كما تجلت في 30 يونيو ثانيا أن يأخذوا موقف قاطع من العنف ممارسة أو دعوة إليه أو تهديدا به ثالثا أن يكونوا جزء من دولة قانون تطبق على الذين تلوست إيديهم بالدم العدالة ولا تمارس عقاب جماعي أبدا عن الذين قالوا رأيا وهؤلاء مفتح لهم خريطة المستقبل والمشاركة السياسية فيها وفق هذه الشروط وفقا لهذه الشروط ونأمل أنهم وفقا لهذه الشروط ينخرطوا في هذه المنطقة إذا ما افترضنا جدلا أنهم وافقوا على هذه الشروط أنتم في تياركم تحلفتم مع الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب السابقة هل يمكن أن يتكرر ذلك؟ لا يمكن أن يتكرر ذلك لأن الإخوان المسلمين أثبتوا بتجربتهم في الحكم ما لم يفصحوا عنه وما لم نكن نظنوا فيهم عندما كانوا في المعارض يعني ترشحك الانتخابات الرئاسة هو موضوع محبب للإعلاميين عندما يحاورون كأنسة أسألك بطريقة مختلفة ما هي الظروف التي قد تدفع حمدين صباحي إلى عدم الترشح هي نفس الظروف التي تدفعنا للترشح ترشحي لأن الصورة لازم توصل للسلطة عشان مصر محتاجة دولة ناجحة تحقق أهداف الصورة وإذا لم يجد الدولة سيكون هناك موجة جديدة من الصورة قادية نريد الاتفاق على برنامج وعلى طاقم اتفاق مع من مع القوى الوطنية التي شاركت في 30 يونيو وهي منتسبة لفكرة الصورة وتريد نظام جديد يحقق أهداف لما فيها قوى إسلامية مثل حزب النور مثلا كل شريك في 30 يونيو كثورة تكمل 25 يناير وأهداف واضحة جدا في العدالة الاجتماعية والدولة الديمقراطية والاستقلال الوطني هو شاركنا ونحن نبحث عن هؤلاء الشركاء ونطرع عليهم أن ننتفع على ثلاث حاجات قد البرنامج اللي حق أهداف الصورة ويخلي الدولة دي استجيب لمطالب الصورة ده الفريق الرئيسي اللي يمثل طاقم عمل لتنفيذ هذا البرنامج ده اسم المرشح لننتفع عليه إذا كان هذا الاسم هو حمدين صباحي فأنا مستعد لي أن أحمل هذه الأمانة إذا كان ربنا أراد إذا كان الاسم ده هو أي اسم آخر أنا سأقف معه وأدعمه تماما بمن في ذلك إذا كان هذا الاسم الفريق أول عبد الفتاح السيسي أنا أفضل أن الحديث عن موقع الفريق أول عبد الفتاح السيسي يعقب أن يعلن هو من ناحيته قرارا بأنه مرشح ساعته يدخل في هذا الحيز وتطبق عليه نفس المعايير وتسأل حركة وطنية وشركاء 30 يونيو نفسهم ما هو البرنامج الذي سيقدم هذا المرشح من فريق العمل الذي سيمثل شراكة في بناء دولة حق أهداف الصورة وإذا هو التزم بهذه المعايير في البرنامج وفريق العمل فيسري عليه ما يسري على غيره لكن لا نستطيع أن نقول ذلك قبل أن يكون قراره واضحا إيه واجبنا دلوقتي واجبنا دلوقتي أن نحضر الانتخابات الرئاسة بجدية وأن الذين يمكن أن يدخلوا في حيز الالتزام بالصورة عاوزة توصل للدولة وده البرنامج وده طاقم عمل جماعي بمثل شراكة وطنية حقيقية لا انفراد فيها لا لشخص الرئيس اللي هنتفع على اسمه ولا لحزبه ولا طياره طيب يعني بانتظار البرنامج بانتظار البرنامج برنامج كل المرشح لهذه القوة الوطنية مجتمعة ومن ثم الاتفاق على مرشح هكذا أفهمت؟ لا أو البرنامج الذي يمكن أن يصوغوا هؤلاء معا ويشوفوا من الفريق اللي ممكن يحققوا ومن الاسم من الشخصيات الوطنية المنتمية للصورة اللي عنده قدرة على منافسة يكسب بها ثقة الناس عشان يحقق القدرة على المنافسة في أحد تصريحاتك الأخيرة قلت أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أصبح بطلا شعبيا وأنك لم تتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية إذا تقدم هو هل تأخذ هذا في عين الاعتبار؟ أنا أخذ في عين الاعتبار حقيقة أقتنع بها أننا نحتاج إلى شراكة جدة في بناء دولة أهداف الثورة ما بين الشعب وما بين الجيش وأعطي لقوات المسلحة المصرية حقها في الاحترام والتقدير كمؤسسة وطنية إنحازت للثورة ولقائدها العام وأدرك موقع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في قلوب المصريين وهو موقع يشرفه ويستحقه ونحرص عليه وأعتقد أن الصيغة الأمثل لإقامة دولة تحقق أهداف الثورة تقتضي أن نحافظ على الجيش المصري خارج التنازع في السياسة وعلى قائده العام ورموزه دون الإنغماس في البحث عن موقع في السياسة يقلل من قدر هذه المؤسسة ومن دورها في المستقبل هذه قناعة الشخصية لكن الحوار الآن دائر في مصر ما أتمناه له أنه ألتزم بفكرة نحن نريد برنامج حق أهداف الثورة وشراكة ما بين الشعب والجيش لابد أن نصر عليها ولا نسمح أبدا بأي إسمة أو تحول هذه الشراكة إلى صراع وعلى الاختيار الأمس الذي يحق هذا العمل في هذه النقطة تحديدا هناك تسريبات صوتية منسوبة إلى الفريق الأول السيسي في التسريب الأخير يقول أن المؤسسة العسكرية سيكون لها دور كبير أيا كان الرئيس المقبل لمصر هل أفهم أنك تتفق معه في هذه النقطة دور للمؤسسة العسكري لا يختلف وطني مصري على أن جيش مصر هو المؤسسة الأكثر تماسكا فيها وهو حائط الصد ضد كثير من التأمر الخارجي والداخلي وأن أمن مصر بمعناه الواسع ضمنته هو جيش مصري قوي يحظى بتأييد شعبي واحترام ولا انقسام عليه ولا تنازع حوله والذي يحقق هذه النتيجة أن لا يغمس الجيش نفسه في السياسة هذا ما أراه صلاحا للجيش وللدولة المصرية ولتحقيق أداف الثورة وقبل كل هؤلاء للشعب المصري طيب يعني ممكن أن البعض يفسر هذا الكلام الذي تفضلت به بأنك تخشى منافسة الفريق أول السيسي الحقيقة أنا قبل أن يطرح الفريق السيسي أو يطرح لأنه عشان أكون دقيق أنا لم أسمع أبدا من الفريق عب فتاح السيسي أنه ينتوي أنه يترشح ولكن هناك جدل وصاف الشراء وأعتقد أن موقفه أنه قابل لأن يترشح وقابل لا وأنا أدرك أن هناك مطالب شعبية وضغوط وربما اعتبارات محلية وربما إقليمية ودولية قد تدفعه لأخذ هذا الموقف وأنا أقدر كل هذه الأعتبارات وأحترمها وأنا حريص على هذه الشراكة التي أدعو إليها وأصر عليها ما بين الشعب والجيش في بناء الدولة لتحقق أهداف الصورة في كل الأحوال لكن لا أنطلق في هذا أبدا لأن قبل أن يكون اسم الفريق السيسي مطروحا أنا موقفي كان معلن أنا رجل مستعد تماما لأن أرشح نفسي بشرط أن يكون ده محل توافق وطني وبشرط أن يكون فيه التزام بتحقيق أهداف الصورة وبناء دولة قادرة على هذا الغرض فمن قبل ذلك أنا قلت ممكن أساند أي مرشح آخر وممكن أقبل مساندة القوى الوطنية لي ولازال هذا هو موقفي حتى هذه اللحظة طيب سؤالي الأخير هناك جدل عن حريات الحريات في مصر بالأمس منعت حلقة لبرنامج يقدمه الإعلامي الساخر الشيئير باسم يوسف القناة التي يقدم من خلال هذا البرنامج هي التي أخذت هذا القرار وفق المعلن هل تعتقد بأن هذا القرار من جهة القناة صائب؟ هذا القرار خطأ خطأ بين ولا يمكن الدفاع عنه برنامج باسم يوسف يعبر عن رأيه يمكن الخلاف معه ونقده ومهاجمته أو الاتفاق معه وتأييده وتشجيعه هذا أمر يسري على كل مادة تقدم للناس لكن مصادرة البرنامج معناها أننا نقف ضد أو يعني ممارسة للحريات وحرية التعبير أعتقد هذا القرار خاطئ ونبغي التراجع عنه في أسرع وقت هل أضر بالسلطة الحاكمة؟ بالتأكيد يدر بها ضرر حقيقي رغم إدراكي أن هذا قرار للقناة لكن لا يمكن فصله عن المشهد العام في مصر والسؤال في مصر هل نحن بعد ثورة من 25 يار لـ 30 يونيو ممكن نصدر برنامج يعني نمنع مقدم برامج من أن يكون رأيه إذا كنا على هذا النحو فنحن هنا على أنفسنا ونجعل قيم هذه الثورة هنا علينا وأنا أعتقد أن القرار ده لا يمكن لأي وطني مخلص لقضية الثورة وقيامها أن يقبله يقدر يختلف ما شاء مع مضمونه لكن المنع ليس من الديمقراطية ولا نوافق عليه الأستاذ حمدين صباحي مؤسسة طيار الشعبي في مصر شكرا جزيلا لك على هذا الحوار مشاهدينها وحتى اللقاء في حوارات قادمة لكم أطيب المنا إلى اللقاء شكرا جزيلا ربنا